أنا معلومة اللي عندي رح يخرجون بحدود الأكثر من ألفين معتقل داعشي بالإضافة لألف ومئتين؟ يعني تجاوز العدد ألفين مع الألف ومئتين زين طيب إذا دخل نصهم للعراق هم ألف هذولا كلهم أجانب ترى ذولا مو عراقيين العراقيين موجودين موجودين بالعراق العراقيين سلموا والآن بالسجون ولكن أنت تجد دخلي أجنبي كل واحد قائد وكل واحد هو عبارة عن يعني عن كتلة من العمليات الإرهابية اللي تمت إن كان داخل العراق وإن كانت خارج العراق طيب إحنا يعني شنو دورنا عملية تركيز على الحدود نعم يعني سيكون هناك تركيز وتركيز عالي ولكن أنت ما تقدر تمسك يعني إذا أنت تركت قطيع من ألفين راس غنم ورح يعمر عليك كم واحد ما يعني هو الموضوع وكأنما نشعر وكأنما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية بينها تواجد قوات التحارف من الأرض العراقية لأنه العراق غير مستخر أمنيا وهذا ما راح يظهر على الساحة يعني هسه أي عملية تجري إحنا راح نتأكد إلى أنه هناك تنظيمات داعش ابتدأت بالحركة وسمعناها بإذن من السفيرة الأمريكية إلى أنه داعش لغاية الآن يشكل خطر على العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر